الأول أن قرار 833 لمجلس الأمن الذي صدر في 1992 ورسم الحدود بشكل نهائي يا أخي استعان هذه اللجنة ذكرت في ديباجتها كلام جميل بأن للإنصاف وللحياد تم اختيار ثلاث أعضاء أمميين وتحديدا خبراء في السياسة وفي التصوير الضوئي وفي التصوير الفضائي كما ذكر قبل قليل الدكتور طارق حرب وهي تجاهلت أيضا وتجنبت طلب الكويت آنذاك بقضية سفان فجزأت هذه الحدود إلى ثلاثة ما أشير إليه حدود حفر الباطن ثم جنوب سفان وهو المركز الحدودي العراقي مع الكويت والجزء الثالث هو الجزء البحري وما ذكر أو ما سميه بالممرات البحرية ورسمت وعمل خور عبد الله وخور الزبير وأنت تعرف قضية فنية بعثة أنه عندما يكون هناك جزلا تصبح هناك منطقة طينية متغيرة ووافقت إنصافا أن تأخذ خط المنتصف مع احترام حق الملاحة ومرور الملاحة البحرية للعراق ولجميع الممرات أنا يا سيدي بعد هذا القرار قرأت بتفصيل شديد هذه اللجنة أعطت العراق 180 متر لم تكن العراق تطالب بها يعني أعطتها أكثر مما طلب العراق جنوب سفان اللي هو كان يطلب 1250 مترا فقط وأعطاهم أو أعطتهم هذه اللجنة بعد الرسم الفضائي 1450 يعني بزيادة 180 متر أحنا لن نتكلم كثيرا في هذه القرارات ولن نقوص في القانون فقط إشارة أيضا للاستاذ عصام في استدلاله بأن هذه العلاقة لم تصل إلى التمييز لأنه ميزان التبادل التجاري أنت تعرف أول الظروف الأمنية التي مرت بها العراق وما حصل من عدوان من داعش وغيرها واستبيحت الأرض العراقية للأسف بعمليات إرهابية كثيرة هذا العامل الأمني غير المستقر وهذه التهديدات بالتأكيد قللت من فرص الاستثمار الأمر الثاني يا سيد العزيز هذا الاستدلال ليس بمحلة دولة الإمارات العربية الشقيقة يعني بينها وبين الجمهورية الإيرانية ما صنع الحداد وتعرف كم هي المشاكل بينهم الذي يعني له أول وليس له آخر وميزان التبادل التجاري بين الجمهورية الإيرانية ودولة الإمارات في أعلى مستوى أعلى تبادل التجاري بين إيران وأي دولة أخرى حتى أعلى من الصين يتجاوز 80 مليار دولار سنويا التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة أيضا وأنت تعرف الآن قمة التوتر بين الولايات المتحدة والصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر